بعد قطيعة لسبع سنوات وبعد توتر للعلاقات وصلت إلى حد يستحيل عودتها استؤنفت قبل فترة العلاقات بين إيران والسعودية لتعلن طي صفحة الماضي المثقلة بالخلافات استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بصيص أمل تعويل عليه الكثير من الدول والأطراف أكانت إقليمية أم دولية في طريق عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة لكن ما الأثمان التي يجب أن تدفع لبلوغ هذه الغايات جزء من الإجابة يمكن استشفافه من تقرير لوكالة بلومبرغ الأمريكية والذي أشار إلى أن الرياض وضعت أمام طهران صدقة لا يمكن رفضها استثمارات كبيرة وتبادل اقتصادي ضخم مقابل منع طهران وكلاءها الإقليميين من توسيع دائرة الصراع الدائر حاليا بين حماس وإسرائيل في المقابل تظل القضية الفلسطينية الأداة الأيدولوجية الأكثر أهمية لإيران وحلفائها على خلفية الحرب في غزة وهي ما تقوم به أذرع إيران في المنطقة من استدافات هنا أو هناك لإظهار التضامن مع حماس ولكن من دون عبور الخطوط الحمراء والذي قد يؤدي إلى حرب شاملة فإيران ومع كل هذا لا تريد إثارة غضب الولايات المتحدة خشية من رد فعل يكلفها الكثير مثل ما لا تريد توريط وكلائها في المنطقة وعلى رأسهم حزب الله اللبناني في أي أفعال قد تستدعي ردا أمريكيا عسكريا مباشرا يبدد آمل إيران في تحقيق أهدافها العليا إذن إيران أمام صفقة سعودية كبيرة ما كانت لتحلم بها يوما والسؤال الأهم هل ستجنح طهران إلى السلم مقابل مغريات اقتصادية تخرجها من أزمتها الاقتصادية الخانقة وتعيدها إلى خيمة المجتمع الدولي أم أنها ستفضل البقاء معزولة ومنبوذة للاحتفاظ بوكلاء لن يحقق لها في نهاية المطاف أي تمكاسب اشتركوا في القناة